اشتركوا في القناة في إطار الحديث عن الحرب الدائرة في غزة وإمكانية تدخل إيران وتضرب إسرائيل وهذا الكلام الذي كان يتداوله البعض في هذا الإطار تحدث ترامب وقال أنه عندما قتلنا سليماني وأبو مهدي المهندس عام 2020 وكلكم تذكرون هذا الحادث عندما رسلوا طائرة مسيرة ضربتهم بعدد من الصواريخ وقتلتهم وكانوا طالعين من مطار بغداد بعدها إيران توعدت بالهجوم والرد قال ترامب أن الإيرانيين اتصلوا بي وارسلوا له رسائل أو اتصلوا بي وبلغوا بأنهم لازم يضربون لأنه يعني قضية أن يردون لازم يردون لأنه إن لم يردوا هذا يعني سيكون صعب عليهم داخل بلادهم وسياستهم وشعاراتهم وخطابهم فهم ما رح يفعلون التالي رح يضربون يعني كم صاروخ في مناطق يعني فارغة معروفة لا تؤذي ولا تصيب أحد وانتهي الموضوع قالوا اتفقنا على هذا الحال لذلك عندما ضربوا القاعدة كانت قاعدة الأسد القريبة من الرمادي ضربوها بكم صاروخ يقول أنه أنا كنت مطمئنة وكنت يعني ما عندي أي يعني أي خوف أو أي قلق من الموضوع وكان يتحدث مع موجودين في القاعدة لا أعرف منهم كان يقول أنت كنت هناك وكنت قرقانين لكن أنا ما خبرتكم لأنه أنا كنت أعرف وبلغوني الإيرانيين أنهم لم يفعلوا هذا هذه يعني واحدة من الدلائل الكبيرة على ما كنا نقوله وما زلنا نقوله منذ 2003 لحد الآن وقبل هذا حتى في خلال الحرب العراقية الإيرانية وحتى خلال الحصار على العراق كانت إيران تتخادم مع أمريكا ضد العراق واقع الحال هذا والذي يشك في هذا الموضوع يرجع إلى أهداف كل من أمريكا وإيران في العراق وهنا يعني ستتضح الصورة هدف إيران في أن تجعل العراق ضعيفا وأن يكون غير قادر على النهوض على قدميه وتستولي عليه أو تتغول عليه وهدف أمريكا كانت من الحرب على العراق واحتلال العراق ونفس الهدف أن تجعل من العراق ضعيفا أن تدمر العراق فتلاقت إيران وأمريكا على هذا الهدف وبدأت تخادم وتخادمهم أبعد من هذا والحرب العراق الإيرانية وفضيحة الأسلحة الإسرائيلية التي كانت تصلهم إيران غيت وغيرها وكونترا وكثير من هذه الأمور عموما وقالوا خلال هذه الأيام أنه إيران هذا يعني يمثل الشيطان الأكبر وكذاب وما عرف منه بعض وسائل الإعلام هم سياسيهم رده لأنه سياسيهم لا يستطيعون أن يردوا لأنه يخافوا من لسان ترامب لا يخرج مرة أخرى ويعني يضرر لهم وثائق ويضرر لهم تسجيلات لا أعرف ماذا فخلوا وسائل الإعلام بعض الوسائل الإعلام وبعض التابعين لهم الزيول يتحدثون في هذا الموضوع أنه هذه إيران وهذه أمريكا وتدعي وشيطان أكبر وكذا وتدعي قبل يوم من ثلاثة كان لقاء لقيس الخزعلي وكلكم تعرفون لقيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائف هو أحد التابعين الأساسيين لإيران هو ميليشيا تابعين لإيران وتمرون بأمر إيران وهو يصرح بذلك لا يخفي هذا الموضوع وإيران تصرح بذلك لا تخفي هذا الموضوع لكن لا أعرف لماذا يعني لها تفسيرات كثيرة حديثة تعلق بنفسيته بعقليته في ذلك الوقت في وضعه نفسي في وضعه يعني في اتزانه في تلك اللحظة وتكلم بالحقيقة قال بالنص لماذا لأنه خلال هالفترة يعني هذه اللي يسمون نفسهم فصال المقاومة الإسلامية ليس لهم علاقة بالمقاومة نهائية المقاومة العراقية كانت معروفة قاومت الاحتلال الأمريكي وكبدت خسائر وتحملت يعني تضحيات كبيرة قدمت تضحيات كبيرة من شهداء وتدمير مدن ومعتقلين وإعدامات وما زال بعض منهم القليل ما زالوا في سجون الحكومات هذه المتتالية التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن عموما فأن يكون حديثهم عن المقاومة هذا ما العلاقة بالمقاومة هذه كذبة أخرى لكنهم يسمون نفسهم مقاومة إسلامية طيب وبدأوا يضربوهم كم صاروخ معرف شنو تعرضات وصدرهم بيانات وتهديدات ضد الأمريكان لأنه على أساسهم يعني مع أهل غزة ويقاومون كذبة كبيرة المهم يقول لماذا هم ضربوا كم صاروخ معرف وين يقول لماذا عندما تتعرضون يتحدثوا إلى الأمريكان لماذا عندما تتعرضون لهجوم من قبلنا تقتلوننا ولكن لا تقتلون الإيرانيين بالنص يقول يقول يعني تقتلون جماعتنا بينما الإيرانيين تقصفون مقراتهم الفارغة تتفقون إياهم على مقرات فارغة وتقصفوها بس نحن تقتلونه رغم أننا لاحظوا ما يقوله رغم أننا لم نقوم بقصف بعيد عنكم يعني أننا معهم نقوم بقصف مثلهم رغم أننا نقوم مثلهم بقصف بعيد عنكم ونحرص على أن لا يسقط منكم قتيل أمريكي الله أكبر يعني يعترف أن هجماتهم والإيراني ضد الأمريكان مجرد تمثيلية متفق عليها ولا تؤدي لها مقتل أي أمريكي إذن هي تمثيلية مجرد تمثيلية يعرضونها لكي يخدعوا الناس ويقولوا أننا مقاومة ونحن مع غزة وهل غزة ونقاوم وكذبة كبيرة وفضح فيها الإيرانيين طيب إيران بعض الوسائل الإعلام بعض الذيول الذين قالوا أن ترامب هذا كذاب لأنه يمثل الشيطان الأكبر ويدعي على إيران ماذا سيقولون عن قيس قياس علي هل هذا أيضا كذاب وشيطان الأكبر ما هذا يمثلكم يمثلكم وأنتم من صرفتم عليه وهو تابع لكم وميليشياته وسلاحه وفلوسه ومعرف منه وهو يغرف من العراق ويعطيكم ويمثل سياستكم وينثل سياستكم بالحرف وهو ذراعكم الآن وأحد ذراعاتكم القوية في العراق ماذا تقولون عندما يقول أنه عندما نقصف نحن تقتلوننا الأمريكان لكن عندما الإيرانيين يقصفونكم تضربون في المناطق الفارغة وإحنا وياهم نحرص ويحرصون على أن نقتل نضرب بعيد عنكم حتى لا نقتل أي أمريكي هذه التمثيلية نفس التمثيلية التي تحدث عنها ترامب التي يعني ردوا فيها إيران على مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس هذه هي إيران هذه صورة الحقيقية وهذا تخادمه مع الأمريكان لحد يتحدث لنا عن الشيطان الأكبر وما أعرف منه وثورة ضد أمريكا عدوة الشعوب وهذه الشعارات التي رددها رددها الخميني ورددها الخامنئي ورددوها كل هؤلاء في إيران وكل أعوانهم وذيولهم وميليشياتهم كذبة كبيرة ليس لها علاقة بواقع الحال هم يتخادمون فيما بينهم ويخدمون بعضهم لديهم خلاف نعم في قضية الملف النووي سيسوى هم يعملون عليه لكي يسوونه ولو تذكرون ماذا فعل العراق لكي يضرب هذه الضربة ويحتل ويحاصر 13 سنة ماذا فعله وماذا فعلت إيران إيران يعني عنده نووي العراق ما عنده سلاح إيران تحتدي على الجميع وتحت الأربع عاصم عربية تحت البغداد وتحت الدمشق وتحت البيروت وتحت اليمن فإن تحت الأربع بلدان لكن لا أحد يتحدث ولا أحد يقول شيئا وهذا حزب الله ساكت كذبة كبيرة وسمعته خطاب حسن نصر الله لأنه نفس الخطاب الإيراني تهديدات وكذب والدعاءات وبالتالي هم قالوها بشكل واضح نقاتل نيابة عن أحد وننتظر إذا يتحرشون بنا نقاتلهم فهذه صورة إيران وهذه حقيقة إيران ومن يدعي غير هذا فليستمع إلى ترامب ويستمع إلى الخزعلي وينظر إلى الواقع وليقارن وليقرأ جيدا ويراجع التاريخ ويراجع الحاضر وسيجد كل الدلائل التي تشير إلى ما نقول عليه إيران عدو وليس الصديق وستبقى عدو وليس صديقا وكذبة خدمناكم وقفنا وياكم ومعرف منه ودافعنا عن دمائكم كذبة كبيرة وأعراضكم هذه كذبة كبيرة أنتم دمرتم العراق أنتم وميليشياتكم وقتلتم الناس وهجرتوهم ودمرتوا البلد وما زلتم تعبثون بالبلد لكي يبقى العراق ضعيفا تتغولون عليه وتركبون كل مناطقه هذا واقع الحال وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم